في قلب التاريخ تمتلك مصر إرثاً حضارياً عظيماً يمتد لآلاف السنين ولكن بعض هذا الإرث قد تمت سرقته وتهريبه إلى الخارج تبدأ قصتنا باكتشاف غير متوقع لقطع أثرية مصرية في متاحف ومعارض عالمية هنا بدأ الأمل يستعاد بفضل جهود علماء الآثار والباحثين بدأت تتكشف قصص تلك القطع وكيف تم تهريبها من مصر بدأت السلطات المصرية بالتعاون مع المنظمات الدولية لاستعادة التراث المفقود مفاوضات دبلوماسية واجتماعات رسمية تمت لحماية هذا الإرث الثمين لم يكن الأمر سهلاً لكن بإصرار ودعم من المجتمع الدولي بدأت الأبواب تفتح لعودة القطع إلى موطنها الأصلي مع التوصل إلى اتفاقات بدأت عمليات النقل بعناية فائقة لضمان سلامة القطع أثناء عودتها إلى مصر كانت اللحظات مفعمة بالترقب والتوتر ولكن الهدف كان يستحق كل هذا الجهد وأخيراً وصلت القطعة إلى مصر وعرضت في المتاحف الوطنية كل قطعة تحمل قصة وكل قصة تروي جزءاً من تاريخنا الجمهور المصري والعالمي الآن يمكنهم رؤية هذه الكنوز بأم أعينهم والتعرف على القصص وراء كل قطعة وكيفية استعادتها استعادة التراث ليست مجرد عملية جلب القطع الأثرية إلى الوطن بل هي إعادة إحياء للتاريخ وثقافتنا الغنية مع كل قطعة تعود يكتب فصل جديد من فصول حكاية مصر العريقة لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد